قبل ما اروح للخبر اللي انا عايزة نتكلم فيه بعد شوية او دلوقتي يعني عايزك بعد اذنك تفكر في اي حاجة اي حاجة قبل ما تعملها وقبل ما تقولها فكر هتخسر ايه التفكير نعمة من ربنا سبحانه وتعالى علينا ربنا بالمناسبة امرنا بالتفكير ونهى عن عدم التفكير شو بقى الحد فين وده هتلاقيه في ايات من القرآن الكريم وهي كثيرة وبالمناسبة يمكن حتى نتكلم في ده شوية بكرة ان شاء الله ان شاء الله لو كلمنا العمر معه ضفنا العزيز دكتور رحمة كريمة نتكلم على فضيلة التفكير ونعمته وانه فيه امر الهي امر من رب العزة بان احنا نفكر حضرتك لما تفكر مش هتتعب خالص دايما ما بتفكر في الشيء فانت بتعقله بالمناسبة اعقلها وتوكل ما لاش علاقة بكلمة العقل اعقلها وتوكل دي اي عقل الناقة وتوكل وانطلق بها يعني فاعقل الحاجة فكر فيها بالراحة اخضع كل شيء في حياة سيادتك لإيه؟ للعقل والمنطق اللي تلاقيه منافي للعقل والمنطق نحيه على جنب ما تقربلوش اي شيء يتنافى مع عقل ومنطق نحيه على جنب بيجي مثلا يقولك ايه؟ مثلا مثلا ان الدولة في مصر لا تنظر الى الفقراء فانت تقول ايه؟ اه والله خد بالك برضو ما هوزن على الودان امر من السحر زي ما بيتقال بتقول اه والله ده المعايش صعبة انا مش هقولك المعايش مش صعبة اه طبعا ده المعايش صعبة وصعبة على الكل صح؟ هتديقدر ينكر؟ طبعا لكن السؤال بقى وهل يطار بقى المعايش صعبة والدولة بتتفرج ولا المعايش صعبة وبنحاول نحلها المعايش صعبة وبنحاول نسهلها هضرب لك مثلا بقصة الكورونا مش هو فيه دول كتير في العالم في قصة الكورونا دي قالك الاغلاق التام او الموت الزؤام وده بجد قالك يا اما هنقفل المحلات والناس يا دوب تنزل من بيتها في موعيد محددة وهتقفل محلاتها بدري وكل الشركات كل البنوك كل اي منشأة بتقفل من الساعة كذا وانتهى الموضوع طيب بالمناسبة اي دولة في العالم بيبقى فيها عمالات غير منتظمة وعمالات موسمية وحاجات من النوع ده فرنس فرنس هتلاقي تخش كده مطحف اللوفر الشهير اللي بنسمع عنه ده تخش كده فهتلاقي فيه ناس قاعدين بفرش عليه تذكرات وحاجات عيال بفرش زي اللي عندنا في مصر بالزبط فيش اي اختلاف خالص بس هو منظمين حبتين عندنا يعني ماشي طيب فانا لما يجي اقول لحضرتك انه في مصر ما اشتغلناش بطريقة الاغلاق التام او الموت الزقام ده تفكير في مين وده تفكير في الغلاب تفكير في اهلنا اللي على باب الله تفكير في اهلنا اللي بينزل صباحية ربنا كده بيقول يا رب افتحها علينا وارزقنا من عندك واصطورها يا كريم يا فتاح يا عليم يا رزاق كريم اصطباحنا واصطباح الملك لله وش احنا نقول كده صح طيب فيبقى المعايش صعبة اه بس مصر ما قفلتش ايام كورونا سابتنا ننزل ونشتغل ونأكل لقمة عيش ونهيص ونهيصش قوي يعني بس ما تقفلش علينا باب لقمة العيش ما وقفتش في طريق رزقك الرزق من عند ربنا سبحانه وتعالى بس ربنا كمان بيسبب الاسباب طيب هو لما يبقى الصيادين واحنا عارفين انها مهنة مهيز سهلة ومتعبة ومجهدة جدا ومهنة خطر ومهنة بقى يقولك هي دي بجد بقى مهنة رزق قوي يترمي الشبكة مليئة وتطلع مليئة يترمي الشبكة وتطلع فاضية طيب ولو حد لقدر الله حصل له حاجة مش احنا شفنا بيعنينا هو وبيتم توزيع وصائق تأمين على الحياة للصيادين عشان لو حد لقدر الله نزل للبحر ومرجعش اهله ما يتشردوش طيب ومحدش بيدفع أقصات يعني في سقط التأمين دي لا لا يبقى مصر ما بتقفش جنب الغلابة أو الدولة ما بتقفش جنب الغلابة أو دي دولة مش حاسة بألام الغلابة فلما تسمع الكلام ده هناك مكملين وطن شرق جن نزرق بتقول له اخص يا كذاب ده حقيقي وتقولها من قلبك ليه؟ عشان ده اشتغل انتو كذبين مصر بتقف جنب الناس فحارف بلدنا بيتعامل انترلوك في الشارع عادي وما تخدش مالين من الناس يعني ده أهلين يا جماعة ده دور الدولة هديجي تقول لي أيوة انه دور الدولة ان تقوم برصف الطرق صح اهو صح دور الدولة ان تقيم الطرق والكباري والجسور صح ما هو بيحصل دور الدولة انها تبني بيوت للناس صح دور الدولة انها ما تبنيش بس للاغنية بل تساعد الفقراء مظبوط لا يجب ان تكون الدولة صامتة على العشوائيات صح يجب على الدولة انها تخلي الناس ومؤهلين المواطنين اللي عايشين في العشوائيات يعيشوا فيه سكن كريم صح اهو عندما تحدث الكورونا اين دور الدولة فيه دعم الناس اللي على باب الله فراح تعمل على طول المنحة بتاعت عمالة غير منتظمة تلا بتشهر لحد ما يعدي موسم الكورونا هتيجي تقول لي 500 يعملوا ايه ولا ايه اقولك يعني بلاش منه المفروض يعني صح اشتركوا في القناة